في سنة 1996 ظهر كاتب مجنون وعبقري اسمه جورج R.R. مارتن وبدأ بنشر سلسلة كتب بشكل تدريجي تحت مسمى أغنية الجليد والنار وكانت أغنية الجليد والنار سلسلة روايات ناجحة جداً وذا عصيتها بين عشاق الروايات بسرعة ولأن الكاتب هذا سبق وكان له تجارب في كتابة المسلسلات والأفلام البسيطة كاف أن هذا المجال ما هو مناسب له أبداً الأدم يبغى يكتب شيء معقد المسلسلات والأفلام البسيطة هذه يقدر يكتبها في البريك هو يأكل سندويتش فقال لا 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 أنا ذا الكلام ما يوصلح لي أنا لازم أبدأ ببناء عالم جديد من الصفر أنا راح أخلق عالم جديد وأطلق عليه اسم أغنية الجليد والنار وراح أحرص جداً أنه يكون عالم معقد وصعب فيهم عالم ما يفهم ويدرك تفاصيله إلا شخص جداً يعشق هذه الرواية وبالرغم من أن حلم معظم الكتاب أو كتاب الروايات في هذا العالم أنهم تجيهم شركات الإنتاج تشتري منهم حقوق رواياتهم وتحولها إلى مسلسل أو فيلم مقابل ملايين الدولارات إلا أنه جورج مارتين كان يرفض هذه النقطة تماماً يا جماعة يقول لكم عرضت عليه ملايين وملايين الدولارات على مدار سنوات طويلة إنهم يحولوا جزء بسيط من هذه الرواية إلى فيلم أو مسلسل ولكن كان عنده حجة جداً واضحة عالم أغنية الجليد والنار عالم جداً معقد وصعب جداً يتم تحويله إلى فيلم أو مسلسل الموضوع مش بسيط ومع مرور الوقت جاء الكتاب دان وديفيد واللي هم أصلاً أصدقاء من أيام الجامعة وحالياً مجتمع الإنترنت وعالم المسلسلات والتلفزيون يسميهم الغبي والأغبة أو دمب أن دمبر المهم أنهم جو جلسوا مع جورج آر آر مارتين وقدروا يقنعوه إنهم يحولوا جزء بسيط من رواية أغنية الجليد والنار إلى مسلسل في البداية قالوا له خلينا نسويها سلسلة أفلام زي لورد أف دارينج وزي هاري بوتر وكل فيلم يكون مدته ثلاث ساعات وكذا ولكنه رفض قال لهم لا العالم هذا جداً معقد وأنا أحتاج يكون فيه أكبر كمية من التفاصيل ولولو مو مشكلة بنسويه على شكل مسلسل وعلى عدة مواسم وعلى عدة سنوات وبالفعل جورج مارتين ما قدر يقاوم فكرة أنه يشوف عالم ويتحول إلى نسخة حية ما قدر يقاوم فكرة أنه يشوف شخصياته تنبض بالحياة في شاشة التلفزيون وعرضت أولى حلقات هذا المسلسل الرائع والعظيم على منصة HBO يوم 17 إبريل سنة 2011 ومن 2012 وإلى 2017 Game of Thrones جماعة كان محتل المركز الأول كأكثر مسلسل يتم قرصنته بمعنى أنه كل الكرة الأرضية كانت تتابع هذا المسلسل بطريقة غير قانونية إلا من رحمة رب يعني بل أنه واحدة من الحلقات في الموسم الأخير تسربت قبل يتم عرضها تم قرصنتها خلال 24 ساعة بواسطة 55 مليون شخص يا ساتر يا ساتر كلنا نعرف جاك مؤدي شخصية جوفري براثيون في البداية المسلسل ما كان مركز عليه كان يعطينا شوية تفاصيل إلى أن تم تعينه كملك وبدأ أيش المسلسل يسلط الضوء عليه وكده يصير إنسان كريه وكل ما نكتشف قديش هذا الإنسان كريه لما انتهى دوره في المسلسل وخلاص طلع وانتهى على خير وافتكنا من شره وصلته رسالة من الكاتب جورج آر مارتين شخصيا يشكر ويثني فيها على أداء هذا الممثل لشخصية جوفري براثيون وكيف إنه قدمها مثل ما كان متوقع الكاتب ويمكن أكثر شخصية كريهة حقيرة قذرة نرجسية ولا تطاق وسادية وختم رسالته وقال له أداءك جدا جدا رائع لشخصية جوفري وأحب أقول لك ألف مبروك لأنه كل العالم صاروا يكرهوك بسبب أداءك الأسطوري لهذه الشخصية حطوا ببالكم حاجة يا جماعة إذا كرهت شخصية في مسلسل أو فيلم اعرف إنه اللي قدمها قدمها على أكمل وجه عرف يدخل في قلبك وعاطفتك وعقلك وفي إذنك وفي كل مكان في أعضاءك وخلاك تكرهوك خلونا نتفق يا جماعة جاك قدم دور شخصية جوفري براثيون بطريقة كريهة أي نعم ولكنه قدمها صح من بين كل الشخصيات المعقدة في مسلسل Game of Thrones في الأبيض وفي الأسود وفي الأحمر وفي الأصفر وفي العملاق وفي المعضل في النحيف وفي القزم وفي الطويل إلا إنه كل الشخصيات في هذا المسلسل ما واجهوا صعوبة كبيرة في توفير ممثلين لها إلا شخصية آريا ستارك الكتاب نشب ونشب في شخصية آريا ستارك ما عادهم عرفوا كيف يجيبوا ممثلة وصلح لها بل إنه وصل عدد الممثلات اللي قدموا تجربة آداء لشخصية آريا ستارك 300 بنت ولكن ولا واحدة من هذول 300 بنت كانت آريا اللي في بال الكتاب وفي يوم من الأيام كان الكتاب أول الغبي والأغبة في أحد الفنادق وكان عندهم مجموعة فيديوهات على اللابتوب يعني يشوفوا فيديوهات تجارب آداء لممثلات أرسلوها لهم وعن طريقها يفرزون الممثلات ويجيبوهم بعدين إلى تجربة آداء حقيقية المشكلة مش هنا المشكلة أنه الفندق هذا كان الإنترنت فيه مرة سيئة فاضطروا أنهم ينزلوا لللوبي وجلسوا في اللوبي متكين يتفرجوا على الفيديوهات ولكن النت كمان مرة ضعيف وسيئ فصار عندهم مشكلة أنه متابعة الفيديوهات كانت تأخذ منهم وقت يعلق النت يبطي مدري إيش يصير من يعرف إيش فقالوا البعض يسمع يسمع يا أبويا خلينا نشوف الفيديوهات من برة نحكم على الفيديوهات من الصورة الخارجية للفيديو ونشوف أشكال البنات واللي نشوفها كويس نشغل الفيديو ونصبر الله يعين إلى أن وصلوا عند فيديو مايزي وشافوه من برة قالوا بس 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 هذه هي آريا ستارك بس بس هذا اللي نحتاجه شغل الفيديو شافوا تجربة الأداة حقها اللي رسلتها لهم هذا اللي كنا نبغاه هذه آريا ستارك ومباشرة سحبوها من إذنها ووظفوها على طول الممثل بيتر يا جماعة كان رافض تماما أنه يقدم دور شخصية تيريون لانستر في مرحلة ما عرضوا عليه هذا الدور قال لهم لا ما أبغى يا بوي إيش اللي عالم خيالي وخرابيط وتناني لا يا بوي مو جوي مو جوي ما عليش يا جماعة إيش الكلام ذا فجلس الغبي والأغبة معاه وجلسوا يقنعوه ويقولون أنه شخصيتك جدا رهيبة ولها دور وأثر كبير في هذا المسلسل وهذا العالم شخصية معقدة ولطيفة وطيبة وشريرة فيها كده كمية مزيج من الأشياء تخليها واحدة من أفضل الشخصيات في المسلسل فضلا عنه الشخصية مرة تحب النسوان والشراب والأشياء ذيك ولو بالفعل بعد الكلام هذا اقتنع من يعرف ويش اللي أقنعه بالضرط من الكلام اللي قالولو إياه وسواضح أنه إيش شراب وبنات عجبته وبالفعل لاحقا نوافق على أداء هذه الشخصية وقدمها على أكمل وجه كيت يا جماعة مؤدية شخصية جون سنوي يقول قبل موعد تجربة الأداء بيوم طلع مع بنت تو متعرف عليها وعلى أساس أنه إيش يتعرفوا على بعضه إيش ولعله تصير بينهم حاجة حلوة يقول أخذت البنت وطلعت معاها على وين على ماكدونالز المشكلة مش هنا المشكلة يقول أنه المطعم كان مرة زحم طريت أنه نسحب كراسي أنا وإياها ونجلس مع زوج وزوجته على نفس الطاولة ولكن للأسف الزوج هذا اللي كان جالس معاهم على نفس الطاولة بدأ يقيل أدب وبدأ يرمي كلام كذا مش كويس على جون سنو أو على كيت مديت في ماكدونالز جوك يا الحبيب مي جدك انت يقول كيت وقفت كذا على الرجول يقول تالي احترم نفسك وتفاجأت أنه ذاك لما وقف طلع مرة طويل مرة طويل يقول أعطاني بنية هنا في عيني صار في بقعة سوداء اضرب لا تضرب وانتهى المطاف بيش بكيت وهو خارج من المطعم وعنده بقعة سوداء على عينه وراح تجربة الأداء وعنده بقعة سوداء في عينه والصدمة يقول كيت أحس أنه بطريقة ما الكدمة هذيك اللي كانت في عيني كانت سبب في إني أحصل على دور جون سنو كيف لا حد يسألني من يعرف كلنا عارفين شخصية دينيريسترقاريان اللي قدمتها أميليا كلارك في بداية المسلسل فلوا فيها فلوا فيها خلوها أسلوب دعاية للمسلسل بطريقة جدا مبالغ فيها كل شوية مفصخينها كل شوية يجيبوها وهي تأكل هوا كل شوية يجيبوها وهي تتعنف الممنوعيش تمسخرة ولكنها صرحت لاحق أن أميليا كلاركو قالت أنا عمري ما واجهت صعوبة وألم وتعب مثل ما واجهت في بدايتي في مسلسل جيموف ثرونز أوكي أنا اللي وافقت وأنا اللي وقعت العقد أنه هذه المشاهدة راح تصير بس ما توقعت أنها راح تسبب لي ضغط نفسي زي كذا وتقول أنه جزء من النكد والتعاسى اللي في شخصية دينيريس في بداية المسلسل ما كانت تمثيل بقدر ما أنه أميليا كلارك نفسها أصلا كانت منفسة ولكن أحب أقول لك يا ميليا كلارك أنه اللي يبغى تدحها لا يقول أحا أنت ماضي عقد شارلز دانس يا جماعة مؤدي شخصية تايوان لانستر لما سألوه في أحد اللقاءات ويش أصعب شي قدمت في مسلسل جيموف ثرونز التمثيل، تقمص الشخصية، المظهر، اللهجة كلهم لا لا كل الأشياء اللي قلتوها فوق ذي التمثيل والتقمص كلام فاضي هذا كاني قاعدة تمشي في الحديقة ولكن إذا في شي غريبة بقول لكم يا جماعة أنه أكثر شي كان صعب مسبب لضغط نفسي في هذا المسلسل لو فاكرين يا جماعة في مشهد لتايوان لانستر وهو يسلخ غزال ويطلع أحشاؤه يا السلام وصلته خير يقول علشان أقدم هذاك المشهد أرسلوني صناع المسلسل إلى جزار قالوا لي يجلس هذا الجزار صديقك لفترة معينة حيعلمك كيف تقطع الذبيحة وكيف تسلخها من جلدها وكيف تطلع أحشاءها وكل شيء لأنك لازم تقدم مشهد فيه صلخ وفيه تقطيع وحوسة والله يقول بالفعل تعلمت كيف أسلخ الذبيحة وكيف أقطعها وكيف أطلع أحشاءها وتسوي زحم الولد من الموضوع بس يبدأ أنه أفلم على رأس أمنا وهو ماهو داري أن أمي الله يعطيها الصحة والعافية في عيدها رضحة تعلق الذبيحة وتذبحها وتسلخها وتطلع أحشاءها وتقطعها وتحطها في القدرة وتتبخ لنا والغدا نتغدى فيها كل ذا في يوم واحد يحصل لا بس أنه فعلا يعني هو كان متعقد من هذا الموضوع ويشوف أنه واحد من أصعب الأشياء اللي واجهته أثناء تصوير المسلسل شون بن يا جماعة مؤدي شخصية نيد ستارك يقول بعد مشهد قطع رأس نيد ستارك فليت أمها حبتين مع الرأس المزيفة إيش بك تطالع فيني كده أكيد رأس مزيفة أجه ليش قطعوا رأسه هو بنفسه تستعب العراسة إنتا ألمم يقول بعد ما قطعوا رأس شخصية نيد ستارك وانتهى دوره وخلاص يقول مسكت الرأس هذاك وجلست دقدق فيه كورة جلست ألعب فيه كورة فليت أمها معاه واضح أنه كان مقهور يا جماعة واضح أنه كان مقهور قتلوه بدري غلقوا الليلة عليه بدري وكان دوره مرة ضخم وكبير كذا في عيون المشاهدين وفجأة صار يقلع أم المشهد ذاك كيف كان صدمة ما حد كان متوقع كنا متوقعين أنه لا لا مستحيل يقطع رأسه وإن إحنا يا بويا متعودين على الكليشيهات حد سوف يقطع رأسه لا لا تقطع لا وقاطعوا رأسه وقاطعوا يا ويلي كانت صدمة رهيبة هذه واحدة من نقاط قوة المسلسل سوي لك شيء ما تتوقع أبدا كلنا نفاكرين موتت جون سنو الأولى واحدة من أكثر المشاهد والحلقات التعيسة واللي سببت لأم المجتمع يقول كيت مؤدي شخصية جون سنو قبل هذه الحلقة كانت أموره في السليم أوكي يمشي في الشارع الناس يتعرف عليه أوه جون سنو يجي وصوره معاه ويطلبه منه توقيع حاجة بسيطة تصير لكل المشاهد ولكن بعد حلقة موته يقول حياتي تقلبت فوق تحت يقول يا جماعة أنا مو فقط خصوصيتي أنا فقدت الشعور بالأمان أنا فقدت الشعور بالراحة كل من شافني في الطريق يجي يمسكني بالله من جد أنت ميت خلاص ما راح ترجع للحياة أرجوك قولنا أنك بترجع للحياة يقول أزعجوني كرهوني عيشتي بل أنه يحكي يقول مرة شرطي مرور ووقفه شرطي مرور ووقفه على أساس أنه يعطيه مخالفة وكذا قام قال له يسمع تبقى أنا خليك تروح من دون مخالفة بالله يقول لي جون سنو مات ولا بيرجع تكفى تكفى يا ولد كره نفسه يقول حرفيا كرهت نفسه واللي زاد الطين بل وخلى الناس تتجرى أنها تيجي تسأله كل مرة أنه كان ظهوره في الشارع بنفس ستايل جون سنو نفس الشعر نفس المنظر فقالوا لا 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 شكله ما مات شكله ما مات مستحيل يحافظ على مظهره إلا لأنه شكله ناوي يرجع يصور مشاهد ثاني جون سنو ما مات قلست الكلام حرفيا يقول هذيك الأيام كانت من أتعس أيام حياتي وما صدكت على الله أنه جات الحلقة اللي أرجع فيها للحياة علشان أفتك من الأسئلة ومن القروشة اللي في الشوارع دي برضو جون سنو يا جماعة فاكرين معركة اللقطة واحدة من أشهر المعارك وأقوى الحلقات في تاريخ هذا المسلسل في مشهد كان كذا جون سنو يقعد في نص الجيش ويتجمعوا حوالينه وكذا والخيول تبدأ تتدافع ويبدأ ينكتم هو ويطلع أيوا أيوا فتكرت حلو هو ذا المشهد المخرج يقول أنه المشهد هذاك ما كان مكتوب بشكل كامل يعني عندنا الفكرة الرئيسية والباقي بيظهر أثناء التمثيل يعني شوية ناس يتدافعوا خيول وزي كذا وجون سنو يظهر من النص وهو يكون يش بيموت من التدافع وبينكتم يقول مؤدي شخصية جون سنو قال علي الحرام ما أقدم هذا المشهد من دون كلمة سر أنتم صاحين ولا لموت ولا لموت بالغلط وبكرة تلاقوني في الصحف والمجلات وفات ممثل مجهول كمان ما يقولوا اسمه وفات ممثل أثناء تصوير مشهد بالخطأ يقول قلت لهم لا 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 يا حبيبي إذا بنصور هذا المشهد لازم نستخدم كلمة سر بمجرد ما أحس أني انكتمت أقول كلمة السر ويوخروا عني معليش والله ما أنا مصوره ولا بترك مجال للصدفة ولو بالفعل الكاتب قال له أوكي أبشر يا حبيبي كلمة سر كلمة سر وما نعرفش كلمة سر اللي اتفقوا عليها لكن اتفقوا على كلمة سر وكل ما حس أنه بينكتم يقول كلمة السر ويوقفوا التصوير كان مشهد مخيف ومرعب ورائع جدا اخ إن شاء الله تقلبت مواجع المسلسل ونتكلم يا جماعة المثل إيوان مؤدي شخصية رامزي بولتن قاعدة من أكره وأكثر وأكثر الشخصيات لآمة شخصية كده لما ماتت أمبسطنا بس حزننا في نفس الوقت لأنه كان صراحة معطي جوه في المسلسل المهم يا جماعة معلنا من ذلك في البداية تخيلوا أنه كان هو مقترح يكون جونس نو كانوا حاطين عينهم عليه يقولوا لي يا أبويا أنت جونس نو ولكن بعد ما وصل خويانا أبو لطمة في عينه قالوا لحظة تقيقة دي أصبر وقف أنت لكن هذا الممثل إيوان قالوا له تعال عندنا دور بيكون مرة مناسب لك برضو شخصية رامزي بولتن في كل الحالتين كان معروض أنه يكون وعد حرام مش وعد حرام مية في المية ولكن على الأقل في عين المجتمع فاكرين هذاك المشهد لما سيرسي تخرج وتمشي عريانة كده في ذيك المسيرة والناس يرموها بالزبايل والقمايم والقرف يا سلام كلنا فاكرين مين ينسى هذاك المشهد اللي يكسر القلب ويبرد القلب كده تصادم مشاعر ألم يا جماعة أحب أقول لكم أنه هذاك المشهد تم تصويره بواسطة ممثلة ثانية ياب ممثلة ثانية اسمها ريبيكا فان كليف الممثلة لينا صورت مشاهد سيرسي وهي لابس الهدوم وكل شي تمام وسيرسي سيرسي ولكن بمجرد ما تفسق هدومة وتمشي عريانة هذه كانت ممثلة ثانية صوروا المشهد كامل على نفس الممثلة وكل شي وبعدين فريق المؤثرات البصرية ركبوا وجه الممثلة لينا ومشت الأمور وكل شي كان ماشي عشرة على عشرة منظم مسلسلات والأفلام يش يجيبوا كذا لغة هبد في هبد شوية كلمات وحروف ركبها على بعض ويلا طب طب ليس يطلع كوي إلا لغة الدوثراكي كانت فعلا لغة حقيقية تم ابتكارها وصناعتها من الصفر لأجل هذا المسلسل بل إنه من كثر ما كانت هذه اللغة متكاملة وكان في ناس مجانين يبغوا يتعلموها في سنة 2014 أحد المعاهد بالتعاون مع مخترع هذه اللغة نسقوا دورة لتعليم لغة الدوثراكي وسجل فيها عدد كبير من البشر يبغوا يتعلموا الدوثراكي حاجة غريبة يا أخي الكثير والكثير من سكان الكره الأرضية وقعوا في غرام شخصيات هذا المسلسل لدرجة إنه في كمية هائلة في بريطانيا وأمريكا أثناء عرض المسلسل راحوا سموا أسماء أطفالهم على شخصيات هذا المسلسل والكلام هذا مش من كيسي ولا من كيس المواقع اللي قاعد أجيب معلوماتي منها المعلومات هذه موثقة من مستشفيات في أمريكا وفي بريطانيا وفي أوروبا خلال فترة عرض المسلسل لاحظوا مجموعة كبيرة من المستشفيات في أوروبا وفي أمريكا وفي دول ثانية إنه في أطفال كثير يولدون في هذه المستشفيات وتعطى لهم أسماء من شخصيات Game of Thrones ومش بس البشر حتى الحيوانات كان في حيوانات أليفة كثيرة تتسمى على أسماء شخصيات Game of Thrones يا ساتر أقول لكم المسلسل سوى ضجة سوى ضجة العالم كله جناً العالم تهبلت جورج مارتن يا جماعة ما كان متوقع أن المسلسل راح يلحق الجزء اللي هو واصله في الكتابة كان متوقع أنه عنده الوقت الكافي أنه يكتب ويكمل نهاية المسلسل على بالهم ما يصوروا ويزبطوا المسلسل ولكن للأسف مرت السنوات بلمح البصر وبطريقة جنونية ووصل المسلسل إلى المكان اللي وقف عنده جورج مارتن ولأن الغبي والأغبة سبق وجلسوا مع جورج مارتن وكانوا عارفين إيش راح تكون النهاية كده بخط عريض يعني ما كان مكتوب إيش قبل النهاية بس كان مكتوب إيش النهاية كده بطريقة مختصرة كان عندهم دين معلومة فقالوا يا بوي يا يسمع إحنا مش منتظرينا كلا نتخلص الكتابة ترى والله خلاص تتعبنا فيش نارى ملينا واضح أنهم إيش ابتلشوا عالم جداً معقد وصعب ما كان عندهم العشق والشغف اللازم أنهم يصبروا إلى أن تكتمل الرواية أو تكتمل كتابة هذا المسلسل بواسطة الكاتب الأصلي فقالوا يسمع إحنا نعرف الكتابة وإحنا بيننا نعقد وفيه أمور قانونية فراح نكتب الموسم الأخير من كيسنا وحنزبط المظبيط معلك وراح نحافظ على النهاية اللي انت كتبتها أوكي يلا مع السلامة وصارت حوسة وإشكاليات كثيرة بينهم وبين الكاتب وبين شركة الإنتاج صارت فوضى ديك الأيام وانكسر خاطر وصراحة جورج آر مارتن مرة كان متضايق وطلع في أكثر من اللقاء قال يا جماعة العالم هذا جداً معقد أنا قلت لهم من البداية المسلسل إلى خمسة مواسم إضافية ولكن للأسف واضح أنهم طفشي وتعبوا وما عندهم سالف المسلسل بدأ زي اللهب واستمر زي اللهب وقاتل وكافح وكل شيء وفي آخر يلا الحمد لله وختاماً يا جماعة HBO وظفت أكثر من 566 شخص داخل هذا المسلسل لأداء أدوار شخصيات جوة المسلسل وثروة الكاتب بعد صناعة المسلسل وصلت إلى 120 مليون دولار نتكلم عن الكاتب جورج آر مارتن مش عن الاثنين السبايك ذولي قلعة تنتقلعهم والمبلغ الإجمالي اللي تم صرفه بواسطة HBO على هذا المسلسل وصل إلى مليار وأربعمائة مليون دولار الله يقلع أم الرقم الضخم طبيعي شفتوا كيف المسلسل كان متعوب عليه من أزياء من مواقع تصوير من مؤثرات بصرية من ممثلين من رواتب من طاقة مصورين من آخ يا Game of Thrones والله يفقيت إلى هنا يا جماعة نكون وصلنا نهاية الفيديو شاركوني في التعليقات أكثر اللحظات والحلقات اللي صعب تنسوها من هذا المسلسل وإيش هي شخصيتكم المفضلة في عالم Game of Thrones وبالمرة شاركوني نسبة حماسكم للمسلسل القادم House of the Dragon كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر